ترد كبير يضرب عمل وزارة الاتصالات خصوصا في الفترة الأخيرة ما أثار غضب المواطنين الذين أصابهم ضرر مباشر جراء ذلك ما تصرح به الوزارة من نسب الإنجاز لا وجود له على أرض الواقع تؤكد لجنة الاتصالات النيابية فبينما تعلن أنها أنجزت 300% من برنامجها الوزاري تكشف تحقيقات اللجنة أن ما أنجز فعليا لا يتجاوز 25% قطاع الاتصالات أسوة بباقي القطاعات الموجودة في الدولة قطاعات للأسف خدمات فيها رديئة ضعيفة منهكة والمواطن العراقي هو أول ضحايا تلك القطاعات أو تلك الخدمات السيئة وكما قلنا أولها هو قطاع الاتصالات وإلى جانب الانجازات الوهمية للوزارة فقد شرعت بتنفيذ سياسات إدارية تنبعث منها رائحة الطائفية بعد أن وزعت عقود مشاريع الكابل الضوئي توزيعا مناطقيا بصبغة طائفية فيما أكدت لجنة الاتصالات النيابية أن تقسيم الوزارة للمناطق على أساس الرقع الجغرافية ويعطى كل رقعة لشركة معينة سيخلقان فجوة وتباينا كبيرين بين الخدمات المقدمة من قبل تلك الشركات وصفة هذه السياسة بالخاطئة وغير العملية نحن مع استضافة وزيرة الاتصالات وأن تطلب الأمر استجوابها هذا القطاع مهم خصوصا مع القفزات العلمية والتكنولوجية الكبيرة التي قفزها المجتمع الدولي نحن بحاجة إلى مواكبة هذا التطور وفضلا عن ذلك فقد أجرت الوزارة أخيرا إقصاء وظيفيا على الهوية شمل إعفاء وكلاء من طائفة معينة وهو ما أثار غضب الشارع العراقي الذي اعتبر هذا الإجراء سياسة تعيد للأذهان أياما سوداء تجاوزها العراقيون مقابل ثمن باهض